وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد نواب بمجلس الشيوخ أهمية مشروع القانون الخاص بإنشاء سندوق مصر الرقمية موضحين أن المشروع يعد تنفيذاً لإستراتيجية مصر الرقمية كما أنه يستهدف تحفيز المواطنين في تعامل بالخدمات الرقمية مشروع القانون يعتبر تنفيذ لأحد سياسات إستراتيجية مصر التحول الرقمي والحقيقة أن ده هيحولها للتنفيذ على أرض الواقع لأن إنشاء صندوق للتحول الرقمي من شأنه أنه يوفر التوميل اللازم لهذا التحول الكبير وخاصة أنه بالفعل حدد مصادر التوميل بتاعته اللي هي متاحة من قبل مؤسسات مختلفة في الدولة الحقيقة أن مشروع القانون ليه أهمية كبيرة أنه يمحو الأمية الرقمية هدف من تعديلات النهاردة كان جزء منه متعلق بمسألة التحفيز المواطنين على التعامل بالخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة وضمان جودة هذه الخدمات وضمان أن الحكومة تعفرها وبناء عليه كان فيه مخترح رسم إضافي على هذه الخدمات أن تقدمت التعديل برفض هذا الرسم وإلغاءه والحمد لله كان فيه حالة من التوافق من المجلس عليه لأن الهدف الآخر أن نحن أريد أن نقلق حوافظ للمواطنين أنها تتعامل رقميا وأنها تتلقى هذه الخدمات ويجب أن تحملهم أعباء إضافية في هذا السياق